بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزة التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح فروض مادة علوم حجارات بالنسبة لمستوى دي رجل على مشترك علوم خيار فرنسي ولا مسلك دولي اذا كانت تصحيح فرنسي ولا سكسيح فرنسي ولا بيوفق وكيف يسميهم كما نقول يم شاء الله بحاول الله سنصحه واحد الفرد سنصحه الجزء الأول من الفرد الأول بطبيعة الحال هذا الفرد الأول فيه السوختي إيكولوجيك ليه الخرجة البيئية نبدأ على بركة الله السؤال الأول فيه التعريف سنصح لهم في هذا الفيديو هذا لأنني دي جدرت واحد الفيديو قديم في جميع أنواع تعريف الممكن يتحطو في الفرد الأول نقرح لذلك سؤال تاني لذلك لذلك سنعطى للمعطاني البرقمن يتحط أن نشعر في الفرد الأول لذلك سنعطى لذلك سنحطه عن أول مرة الفيديو قديم في الفرد الأول إذا كنت أعطى البيوتوب إذا كنت أعطى الناس منا هو المحيا والمسكن البلاسة فين كعيشوري الكائنات الحيا وكنا رأينا هو مكوين والمكونات ديال الحاميل والبيئي والنظام ديال الإيكو سيستم إذا كنت أختيار الول دفاكتر بيوتك كيتميز لنا بوحد المكونات حيا دفاكتر أبيوتك وحد المكونات غير حيا ولا لا حيا دفاكتر بيوتك وحد المكونات حيا وغير حيا كما قلت بالإيكو سيستم النظام البيئي والحميلة البيئية تكون لنا من المكونات الرئيسية اللي هما البيوتوب البيو سينوز هي المكونات الحيا هي الكائنات الحياة التي يكون لها النظام البيئي زائد البيوتوب اللي اسمناه المحيا وله المسكن البلاسة في الكائنات الحيا وغنا ربطاق عدها المحيا كيتكووليا من مكونات غير حيا مكونات لا حيا نانوزة اللي اسمناهم أبيوتيك إختيار صحيح وإختيار بي دي فاكتور أبيوتيك المواطن التاني اللي أطعنا اللي هو الأغ منيما اللي هي المساح الدنيا ديال الجرد كتيراح لول سيلا سورفاس سور لكال التوطاليتي ديز اسپيس فيجتالي هي المساح اللي كيتواج لنا فيها جامع الأنواع ديالكائنات النباتية الموجودة في دك الوسط كتيراح الثاني إلا مام دون توت اللي فيتو سينوز هي كتكون نفسها في جامع الأوساط النباتية اللي كتواجد لنا في الطبيعة لكتيراح الثالث دي لقدر دي سان ا دي سان متر كاري pour المليو فوريستي دون كتكون القيمة ديالت قريبا مية حتين ميتين متر مربع بنسبة لأوساط الغابوية جميع الكائنات و جميع الأنواع النباتية الموجودة في واحد منطقة معينة بالنسبة للإقتراح الثاني لماذا اعتبرنا خطأ؟ لأن بطبيعة الحال لدي بزاف ديالانواع ديال أوسط نباتية يقدر يكون النباتات كيتواجده في واحد الوسط مائي لكن في المساحة ديالهم المساح الديى الدنيا ديال الجرد مختلفة على الغابة مختلفة على الحديقة مختلفة على هذا . وبنسبة للإقتراح الأخير قالوا ناله أدو لغدر 200 متر كاري فإقتراح خطأ علش لأن المساح الدنيا ديال الجرد ديالواحد الغابة لقد رأنا في الكور كانت تريح بين 300 احميلا متر كاري بين تلتمية حتوال ألف متر مربع 예選ért كيف العمام التّ tideamb효�zu المُعتاذ 3 الأُّكpel العملية ت鏡льية تفضل تجربين في كرات الموت في وتجرب المنفتة وبعد أ Schlussفر التجربية في Impfung طول الأشجار. بطبيعة الحال التكنيك الكادرياج كنا نستعمل فيها كوادغة. إذا أعطينا البرنسبة للجرد للأنواع النباتية الموجودة في 1 متر مربع. من بعد كنا جو دوب المساحة الجرد. كنا نعمل في 1 متر مربع في 4 متر مربع. في 8 متر مربع. كنا هي تقنية للجرد ومع حساب وإحصاء العدد أنواع النباتية الموجودة في 1 المنطقة. اكتراح الأول صحيح. اكتراح بي خاطئ. لماذا؟ لأن النباتات يتحركوا. ولم نستطيع حسب العدد أنواع النباتات الموجودة في 1 المنطقة باستعمل هذه التكنيكة. في 8 متر مربع. تقنية التربية تمكنني أن ينقيس العدد أنواع النباتية. نحسب العدد أنواع النباتية. انواع النباتية تقنية على السعادة الموجودة. تقنية التعبية هذا المرورية الخزية تتفقها على البنت تدربة المسيح daughters But tuna و امورك وورسة الكيمان وجوان في المنطقة نظر بالمسيح فsehen انجاء الحوارة يوجدهم فيamورات الهحدة If desert, من تعة الوحيدة بالتالي الأشياء والترك pracy ما هو المقمه فمنص برررر ريت ف Chall is like sempre كانت أموري الإيكين والشامبيون الاقتراح B بينما الاقتراح A هو خاطئ لأن الطبقة التي تحتوي علىها الزربيست نسميها لأستخات أغبستي الطبقة الشوجيرية الاقتراح C لأستخات الأعضاء التحت أرضية نسميها لأستخات سوتيرين أو لأستخات غاسينير الطبقة التحت أرضية أو الطبقة الجيدرية لأستخات الزربي لأستخات الأعضاء في إيكين نعم مجرد لأستخات الأعضاء ويأتخات الأعضاء يجب المعجاب نعم 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 يجب المعجاب ديالنا بي رياليزي ام فيش تكنيك دي لشانتيون ديرو حد الوارقة تيقنيا خاصة با دك لعينا ديالنا بتات ليدرنا خطيرا حسي fixي لشانتيون sur un support كن تبت لعينا ديالي على واحد السupport خطيرا حدير ريكولتا لشانتيون غيطال كن مشي كن جيب لعينا ديالنا بتات او placer لشانتيون انتخ لی پاج ديالنا يعني كن حتى دك العينة النباتات بين الأوراق في الجورنال أول ما أريد أن نقوم بعمل في أما بعد أن نقوم بعمل عينة النباتات أول ما هي أول مرحلة أول مرحلة ومن بعد نحطها بين الأوراق لتنشف من الماء لنگه ثم سأشترون إضافة الاشتراع بين الجرن وهي المرحلة الثانية ثم سأشترون إضافة الاشتراع إضافة الاشتراع تضع المفترض أو شيء جدًاً واحد على إضافة على العين الى إضافة. فأكثر فا إنه فقد الملخinate على الجانب وحصول البي limited space الاجيئي آليكي يبدو أن نقول لدraft المعلومات أقليesh وبعض الى حاجاب ن crow'll 理へ لو كنتنى وافج stud는데요 في المطقة المهتب الأقليل مثل مثل المرض كيل والمقصن النشاء الرابع ن recommend gri Đây نحن الهيية لقدما لدفع نحن النبق بعد طبيعة حال بقيت لنا اختيار واحد لمرحلة واحدة والتي نحن نحن نصف احد الورقة التعريفية بحال اللي نعرف عيني كتب في عليه على ذات و تاريخ و تاريخ و اسمية العيني النبتة و اسمية العلمية و اسمية المتداولة اللي يسمى للناس دير ذلك المنطقة اللي جبت منها العيني النبتة دانك آخر مرحلة هي غياليزه ينفش تكنيك دي لشانتشان دير واحد الوارقة تعريفية ديال 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 العيين النباتية للي جبت نفهم دابدا هات لعيم المراحل ديال لغبي سؤال الرابع gawنك كوشي لا او لبنه پropزيسيون اي كوريجي سيل كي سان فاص gawنك دعلينه عالما اماما الاقتراح او الاقتراحات الصحيحة وصحيح الاقتراحات الخاطئة الاقتراح الاول هو استخدار البستيف وفرمي دو فيجيتو دون او التور ديباس 5 متر هو الطبقة الشوجيرية التي تكون لنا من نباتات لطول ديالهم التي تجاوز لنا 5 متر على طبيعة الحال هذا الاقتراح الخاطئ لانه الطبقة التي تكون لها من نباتات تجاوز لطول ديالهم 5 متر فهي الطبقة الشجيرية وماشي الشجيرية استخدار البسترات العبوريسانت التي تكون لها من نباتات تجاوز لطول ديالهم 5 متر انظروا احبوا استخدار البستير واو نخلي الجملة كما هي وهو يفعل على الغد الاربية التي تنظرها من 50 مم التي تنظرها أنها تنظرها من الغد ويلة 5 مم في حال رائع، إن الغد الاربية التي تنظرها من الغد الاربية ويقوم بتنظرها من 5 مم حول التطاة لحطاني ويقاص من تظيفها ويوضحها من قبل أنه ينتظر استى ليلة أسفل جهاز الكواد بيوشان الذي كنا شاهدنا عبارة على متلت يستعمل من أجل قياس الطول للأشجار. طبيعة الحال كنا استعملنا الكواد بيوشان من أجل تحديد طول للأشجار. كيف يستعمل كذلك الدين درماتر فرانك هذا العام سوف ترى فيديوهات سابقة. نعم كيف يستعمل من أجل قياس الطول للأشجار. اقتراح الثاني فهو اقتراح الاقتراح الثالث. الثالث. يجب أن تكون متجانسة. في المنطقة الجرد للنباتات تكون قريبة من الحدود وتكون كذلك غير متجانسة. في طبيعة الحال هذا العكس من المنطقة الجرد في المنطقة الجرد يجب أن تكون بعيدة ودوبة تصحيح ديلاد الاقتراح الأخير. ودوبة تصحيح ديلاد الجزء الأول. وفي الحصار الماجيين نحاول نصحو هذا الجزء الثاني. بدوبة تمرين الأول لخمسة ديال النقطة. إن شاء الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته. شكرا